بسم الله الرحمن الرحيم أسرار أدعية القرآن من ضمن ملايين 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 الأدعية اللي دعت بها البشرية من أول سيدنا آدم لغاية يوم القيامة تخيلوا البشرية دعت بكم دعوة يختار الله سبحانه وتعالى فقط حوالي أربعين دعوة يخلدها في كتابه الخالد القرآن الكريم للناس إلى يوم القيامة أكيد الدعوات دي فيها سر أكيد الدعوات دي اللي يدعي بيها ربنا بيقول هذه الدعوات لها سر عظيم وإلا ما كانش خلدها في كتابه العظيم دعوة النهاردة هي دعوة لكل مريض ودعوة لكل أهل عندهم مريض مهما كان المرض عجز عنه الأطباء الأمل في الله من خلال هذه الدعوة كبير كبير الدعوة بتقول في القرآن ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين عشان تفهم أي دعوة في القرآن وتقولها لازم تبقى حاسس بيها قوي عشان كده دايما ربنا بيخلي الدعوات في القرآن جاية على لسان نبي من الأنبياء في ظرفه معين فلما تفهم نفسية النبي وهو بيدعي بهذا الدعاء ادعي بنفس النفسية ولما تعرف النبي دو واندعى بالدعاء في ظل الظروف اللي حواليه كانت إيه يزداد الأمل جواك لأن الظروف أصعب من ظروف مرضك والمرض قريبك أو ابنك أو حبيبك أضعاف أضعاف إيه القصة؟ الدعوة دعوة سيدنا أيوب عليه السلام سيدنا أيوب مجلوش مرض عادي مرض من أصعب الأمراض فجأة بدأت العضلات تضعف وجسده مش قادر يتحمل أي حركة فتوقفت إيدي اللي اتنين على الحركة وتوقفت رجلي اللي اتنين على الحركة يعني إيه؟ شلل رباعي يعني عشان ياكل لازم حد يأكله حاجة صحبة جدا 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 نفسية سيدنا أيوب عاملة زي راضي عن قدر الله وكأن ده جزء من استجابة الدعوة مش بقولك فهم نفسيتك وانت بتدعي مهم جدا 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 راضي جبت منين أنه راضي؟ لأنه سأل مراته لما قالت له مش كفاية بقى اللي احنا فيه احنا تعبنا قال لها كم لنا في البلاء أنا بقالي كم سنة في الحالة دي تخيل قالت له ايه؟ 18 سنة قال له كم سنة نعمنا الله طيب وربنا أكرمنا قد ايه؟ قالت له لأ هو سنه فوق الخمسين قالت له لأ سنين فوق التلاتين سنة قال أستحي وقد نعمني طويلا أن أشتكي منه ده مديني أكتر من اللي أصبني أنا مش بقولك أنك تصبر 18 سنة دي خصوصية تخص النبي لكن أنا بقولك شايف النفسية اللي فيها رضا؟ طب ما هداني كتير طب ما هو أكرمني كتير ساعتها دعا ودعا قال ايه؟ بصوا تكوين الدعاء ربي وربي أكيد اللي جاي بعديها يا ربنا حصلي وتعبان ربي إني مساني الضر يا سلام على الأدب ويا سلام على حالة الرضا ما الثانية؟ ده أنا بس أنا تواجعت شوية لا هو عنده شالة رباعي وهو بيقول ما الثانية؟ وانت بس عشان شوية ألم بقيت زعلان وغضبان وبتدعي وانت غضبان لا يبقى جزء من نفسية تحريك الدعوة ديا حالة الرضا الداخل يعني الله أنا راضي يا رب بس أنا تواجعت ربي إني مساني الضر وهو مش بينكر أن الوجع شديد ضر بس مساني منتهى الأدب وبعدين أملاجئ له وقال له وأنت أرحم الراحمين بص بقيت الآية فاستجبنا له والفق للسرعة الدعب النفسية دي فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر لا مش كفاية وأصلحنا له زوجة وآتيناه أهله ومثلهم معهم عطاء بقى خد ولاد بقى وخد ذرية وخد فلوس وخد 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 علشان نفسية الرضا معقولة تبقى راضي عن ربنا وانت موجوعه مايرضكش إيه النصيحة ممكن على فكرة كل ذكر يصلح أن يكون دعاء وكل دعاء ممكن تحوله إلى ذكر يعني تمسك السبحة وتذكر به ربي إني مساني الضر وأنت أرحم الراحم ها نفسيتك إيه راضي يا رب بس نأمل في رحمتك ربي إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني ابني مساه الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني زوجي مساه الضر وأنت أرحم الراحمين والله إيه وإنت بتقوله يسكن قلبك وتستشعر نفسية سيدنا أيوب وهو يبدع بهذه الدعوة فضل جزئية جميلة جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم جنب هذا الدعاء أمد الدين مجموعة من الأدعية في شكل رقية شرعية لما يكون عندك مريض تتعي بيها مع هذا الدعاء زي إيه إنك هذه الرقية الشرعية مكونة أنك تقرأ الفتحة والمعودتين وقوله الله أحد وآية الكرسي وبحتين تخط إيدك على مكان الوجع عند المريض ودي سنة النبي هو النبي اللي كان بيعمل كده وتقوم آيل بسم الله بسم الله بسم الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات اكتبوها يا جماعة اكتبوها بسم الله بسم الله بسم الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ليه سبع مرات عشان تقولها بإحساسك قوي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم اللي مالك القادر على كل شيء كأنك بتقول إيه ليه رب العرش العظيم هنا إذا كان العرش العظيم الدنيا دي كلها ولا حاجة إن عجز الأطباء فاذهب إلى خالق الجسد مين يقول أصل الأطباء بيقولوا ما فيش فايدة إذن ما فيش فايدة وفين الخالق أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وبعدين تقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر ثقما لا يترك أي مرض حطت إيدك ودعيت بهذه الدعوة قريت الفتحة قلت ربي إني مسيني الضر النفسية حلوة وفي دعاء تاني للنبي صلى الله عليه وسلم إن المريض نفسه هو اللي يحط إيده على مكان الوجع ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات وكأن ليه رقم سبع مرات عشان تثبت في عقلك عشان تحسها وإنت بتقولها يا رب إش في مرضانا يا رب أذهب الألم رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين خدوا الحلقة دي أرجوكم وبعتوها لكل مريض وبعتوها الأهل كل مريض تسكن قلوبهم ويذكروا بيها ويدعوا بيها ويقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الدعاء اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين آمين شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر